اهلا بكم من جديد تم الاعلان عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4 مليارات و300 مليون دينار وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني للاعلان عن الحزمة وتفاصيلها عبر القرارات والاجراءات التالية ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم 87 من الدستور وذلك من أجل رفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص أو دفعها من خلال صندوق التعطل للأشهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة أعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني أعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري اعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة مئة مليون دينار بحريني ليصل إلى مئتي مليون دينار بحريني حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دينار بحريني وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقصاد أو التمويل الإضافي إعادة توجيه برامج صندوق العمل تمكين للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بستين مليون دينار بحريني كما وقرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 1% وذلك في ضوء التطورات الراهنة للأسواق العالمية كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.5% إلى 75% بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الأقراض من 2.45% إلى 1.17% ويأتي تعديل المصرف على أسعار الفائدة مقابل تسهيلات الإيداع والإقراض في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان سيابية واستقرار أداء أسواق النقد في مملكة البحرين وقعت شركة مطار البحرين اتفاقية مهمة مع صيدلية ناصر مدتها 5 سنوات لتشغيل فرعا لها في مبدأ المسافرين الجديد الواقع على الجانب الأرضي من منطقة الوصول والذي سيخدم جميع مرتدي المطار من المسافرين والموظفين والمجتمع المحلي وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح إن الحفاظ على صحة جميع المسافرين والموظفين وصون رفاهيتهم يأتي دائما في صدارة أولويات مطار البحرين الدولي أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة عن أعفاء إيجار شهر مارس للمستأجرين في المشاريع التجارية للشركة ضمن قطاع الشركات الناشئة وذلك ضمن مساعيها لخفض تأثير فيروس كورونا المستجد على أعمالهم وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة إدامة السيد أميل العريض إنهم يحرصون على التكاتف مع مستأجري مشاريعهم العقارية ومنحهم الدعم اللازم لمواجهة تحديات الفترة الحالية أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى عدد من وجهاتها بدءا من يوم الأربعاء وحتى نهاية الشهر الجاري وأوضحت الشركة أن الناقلة ستستمر في تسيير رحلاتها إلى عدد من وجهاتها منها أبوظبي دبي ومسقط ولندن وسيخضع المسافرون الواصلون إلى مطار البحرين الدولي للفحوصات الطبية في حال كانت مملكة البحرين وجهتهم النهائية حيث يتوجب على هؤلاء المسافرين تنفيذوا كافة الإجراءات الاحترازية في المطار وملؤوا نموذج الإقرار الصحي والخضوع للفحوصات الطبية وغيرها من الإجراءات والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة تجاوزت نقطة مئوية واحدة مغلقا التداولات عند مستوى 1379 نقطة وذلك عائد من خفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 7 ملايين وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون وثلاثمائة وتسعة آلاف دينار تم تنفيذها من خلال 157 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6107 نقاط بارتفاع بنسبة 2.47% أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3323 نقطة من خفاض بنسبة 6.33% أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1750 نقطة من خفاض بنسبة 4.98% أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني أن ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سيدعو خلال أيام لعقد اجتماع غير عادي لمجموعة العشرين للتعامل مع انتشار فيروس كورونا وأكد المكتب أنه من المتوقع أن يتم انعقاد القمة التي ستكون افتراضية لتقييم الوضع والاتفاق على خارطة طريق لمكافحة آثار انتشار الفيروس وشدد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع على نيتهم تعبئة كل أدوات السياسة الاقتصادية المتوفرة لهم سواء كانت إجراءات مالية أو نقدية أو خطوات محددة الهدف لتأمين دعم فوري وبالقدر المستطاع للعاملين والشركات والقطاعات الأشد تضررا أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامك السعودية أمين الناصر الحرص على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية على الرغم من تأثير فيروس كورونا وقال الناصر أنه ليست هناك حاجة لرأس مال إضافي لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يوميا حيث أنه سيكون إنتاج النفط بالطاقة الإنتاجية القصوى وشدد الناصر على أن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض من النفط ولأجل طويل النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل أمازون تعلن توظيفها 100 ألف عامل للتعامل مع الزيادة الكبيرة في الطلبات عبر الإنترنت علقت بورصة وولستريت التداول بعد أن سجلت خسائر قياسية كبرى مدفوعة بحالة الذعر التي سادت البورصة إثر انخفاض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو خفضه أسعار الفائدة إلى الصفر في أكثر خطواته تطرفا منذ الأزمة المالية فقد انخفض مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنسبة ثمانية في المئة عند الافتتاح وأظهرت أحدث الأرقام الاقتصادية من الصين انخفاضا في بيانات الانتاج الصناعي هي الأدنى لها في ثلاثة عقود مما يؤكد وقوع أضرار على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أعلنت السويد والبرازيل ونيوزيلندا عن ضخ حزم تحفيزية بقيمة تصل إلى 60 مليار وخمسمائة مليون يورو وكشفت السويد عن خطة بقيمة 28 مليار يورو لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تتزايد تداعياته على الحركة الاقتصادية في البلاد والعالم أجمع وقالت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون خلال مؤتمر صحفي أنه بموجب الخطة ستتولى الدولة دفع حصة أكبر من أجور الأشخاص الذين يتم تسريحهم مؤقتا بسبب تراجع أعمال أرباب عملهم ارتفعت العملات المشفرة خلال آخر تعاملاتها بقيادة عملة البيتكوين كاش بعد موجة بيعية حادة سيطرت على الأسواق في الأيام الأخيرة وشهد سوق العملات الرقمية خسائر حادة حيث انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى من خمسة آلاف دولار وسط سيطرة الخسائر على الأسواق على خلفية مخاوف امتشار الوباء المميت وتأثيره على الاقتصاد العالمي والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أعلنت شركة أمازون توظيفها 100 ألف عامل مخازن وتوصيل طلبات في الولايات المتحدة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في الطلبات عبر الإنترنت مع قيام المستهلكين بالتسوق بكثافة تخوفا من تفشي فيروس كورونا وذكرت أمازون أنها ستنفق أكثر من 350 مليون دولار لزيادة أجور هؤلاء العاملين في الولايات المتحدة وكندا بمقدار دولارين في الساعة كما وتدفع الشركة حاليا 15 دولار أو أكثر في الساعة للعمال في مراكز تلبية طلبات الشراء بالولايات المتحدة